غالب الذين أتوا من الخارج إلى مناطق الإرهاب هي تكون مرتبطة مع زوجها أو مرتبطة مع أبيها أو مرتبطة مع أخيها أو مرتبطة مع حبيبها فهذه المحاور الأربعة هي غالب على استقطاب الخارج على قلته ثم بعد ذلك هناك الدور للمجتمع في التأثير إلى الهجرة هجرة الفتيات أو البنات إلى داخل الفصائل الإرهابية كيف المجتمع له دور؟ هناك بعض المجتمعات الأمنية حينما طبعاً غالباً حسب الدراسات غالباً النساء أو الرجال عفواً غالباً الرجال الذين يهاجرون إلى مناطق الفصائل الإرهابية هم يذهبون بدون علم أهلهم وبدون أخذ إزم لا من أمه ولا من والده ولا إعطاء أي خبر يتفاجأوا لو أجرينا دراسة سنجد 95% من الذين ذهبوا إلى مناطق الإرهاب هم يذهبون بدون علم أهلهم ماذا ينتج عن هذا؟ بعد أن تعلم المناطق الأمنية أو الدولة التي تعتني في أمن بلدها بهجرة رجل أو شاب من منطقة إلى منطقة تتركز القبضة الأمنية على هذه العائلة تراقب اتصالاتهم، تسائلهم، تحقق معهم هذا يوجد عند العوائل بعض الأسر يوجد عندهم ضغط نفسي بالإضافة ونفرى من الواقع ونزام من المجتمع وبالمقابل ممكن تكون الأم موظفة في إحدى الدوائر أو إحدى الشركات تنظر إلى زملائها ينظرون إليها نظرة أن ابنها ذهب هذا يعني أنها تتواصل معه، هذا يعني أن هناك علاقات فتفر من المجتمع، هذا النوع من الاستقطاب اللا إرادية يعني لهم لا يستقطبونه، ولكن المجتمع يجعلهم يستقطبون هذه النوعيات فمن العوائل من يذهب لأنه يفر من مجتمعه نظرة المجتمع إلى هذه المرأة أو هذه الفتاة أو هذه الزوجة التي هاجر زوجة نظرة سلبية حتى تعاملهم مع الأطفال تعامل سلبي فهذا يؤدي بها أن يضغط بشكل غير مباشر إلى هجرتها هذا الناس